وحكاية المرسكيين تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وبالتحديد مع سقوط آخر كيان للمسلمين الأوروبيين في الأندلس مملكة غرناطة ما أن سيطر الإسبان الكاثوليك على غرناطة حتى بدأت تدريجيا حرب الإبادة البشرية على سكان الأندلس فإضافة لسكان من المسلمين الأوروبيين الذين كانوا يمثلون الغالبية العظمى من سكان الأندلس الأصليين ارتكب الإسبان الكاثوليك مذابح بحق السكان الأندلس من اليهود أيضا وغيرهم من أتباع الطوائف المسيحية الأخرى الذين كانوا يعيشون جميعا بسلام تحت حكم المسلمين لمئات السنين قبل ذلك فقتل منهم الكثير وهجر منهم الكثير أما من بقي منهم فقد أجبروا على تغيير دينهم إلى الكاثوليكية فاضطر كثير من المسلمين إلى إخفاء دينهم وإظهار الكاثوليكية أملا في انتهاء كربتهم وتحرير أرضهم عن قريب هؤلاء سماهم الإسبان بالمورسكيين وكلمة المورسكيين مشتقة بالأساس من كلمة المور والمور كان المصطلح الذي يستخدمه الإسبان وكثير من الأوروبيين لوصف المغاربة وكان إقليم موريتانيا الكبير أحد أقاليم الإمبراطورية الرومانية وما زالت جمهورية موريتانيا الإسلامية الحالية تحمل نفس الاسم لذلك فقد كان الإسبان والأوروبيون عموما يطلقون على المسلمين اسم المور أو المغربي وحتى يوم الناس هذا يطلق على المسلمين في الفلبين اسم الموريين ومنها جاء اسم جبهة تحرير المور الإسلامية في الفلبين المهم مع استمرار محاكم التفتيش في إسبانيا لجأ كثير من المورسكيين واليهود من الاضطهاد في إسبانيا إلى المغرب ولأن المورسكيين لديهم لغتهم وثقافتهم الخاصة فقد تجمعوا في مدن وأحياء خاصة بهم مثل تطوان وطنجة وسلة وتلمسان والجزائر وترابلس وبنغازي ودرنة وغيرها من مدن شمال أفريقيا لذلك تحتفظ كثير من أحياء هذه المدن حتى يوم الناس هذا بطابعها الهندسي والثقافي الأندلسي سيلاحظ من يزور هذه المدن أن كثيرا من سكانها يحملون ملامح أوروبية وما زالت العائلات المورسكية حتى يوم الناس هذا تحتفظ بثقافتها الأندلسية الخاصة وقد سهم المورسكيون بما يمتلكونه من مهارات متعددة في نهضة مدن شمال إفريقيا في كافة النواحي في حين أدت هجرتهم من مدن الأندلس إلى كساد كبير في النواحي الثقافية والصناعية والاجتماعية في إسبانيا وقد صلت الكاتب الإسباني الأشهر ميجيل ديسرفانس الضوء على بعض هذه الأمور في روايته الشهيرة دونكي خوت التي أظهر فيها تعاطفا ملحوظا للمورسكيين وما زال كثير من المورسكيين حتى يوم الناس هذا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم التي هجروا منها يتوارثونها جينا بعد جيل آملين في العودة إلى أرض أجدادهم مطالبين الحكومة الإسبانية بأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية خاصة بعد اعتذار الملك الإسباني خوان كارلوس مؤخرا لليهود من أصول أندلسية وأعطاهم الحق بالعودة إلى دولة إسبانيا